برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وأنوان حلقتنا امرأتي لا تمنع يد لامس والسؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب وخلينا نشوف السؤال إذا زنت المرأة وهي متزوجة هل لا تزال زوجة أم ينفسخ نكاحها وتطلق بهذا الفعل؟ السؤال بيقول لو فيه ست متجاوزة زنت هل الزنة ده بيتسبب في فسخ العقد وبيكون سبب في طلقها؟ خلينا نشوف الإجابة إذا زنت المرأة وهي متزوجة فلا ينفسخ نكاحها ولا تطلق بمجرد وقوعها في هذه المعصية لكن يؤمر زوجها إذا لم تتب وأصرت على هذه الفحشة أن يطلقها حفاظا على عرضه وأولاده يبقى شرعا الزنة في الإسلام مش بينفسخ به العقد عقد الجواز أو بمعنى آخر عقد النكاح لكن لو أصرت الزوجة على الزنة الزوج يطلقها حفاظا على عرضه وأولاده وهنا أنا عندي سؤال يعني الزوجة الزنة لو جوزها طلقها هل بيسقط حقها في النفقة إن هو كتشف إنها زنت فرح إيه؟ قالها أنت يطلق هل بيسقط حقها في النفقة واللي عادي يطلقها ويدفع لها نفقة بعد الطلق؟ ووفقا يعني للشرع بيعمل إيه؟ عشان يثبت إنها زنية المفروض إنه لازم يجيب أربع شهود وطبعا ده حاجة مستحيلة وخلينا نكمل الإجابة قال ابن قدامى رحمه الله وإذا زنت امرأة الرجل أو زنة زوجها لم ينفسخ النكاح سواء كان قبل الدخول أو بعده في قول عامة أهل العالم وبذلك قال مجاهد وعطاء والنخي والثوري والشفعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولكن أحمد استحب للرجل مفرقت امرأته إذا زررت قال ولا أرى أن يمسك مثل هذه وذلك إنه لا يؤمن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه يبقى ابن قدامى قال إن لو الراجل زنة عقد النكاح مش بيتفسخ والست زنت نفس الحاجة عقد النكاح مش بيتفسخ يعني أو ينفسخ سواء قبل الدخول أو بعده وده قول عامة أهل العلم لكن أحمد استحب إن الراجل يفرق مراته الزنة خوف إنها إيه تلحق به ولد يعني مش ولده وإنتوا طبعا عارفين إن قاعدة الولد للفراش إذن الست لو خلفت عيل من الزنة وهي من جوازها الولد بينسب لجزها غصبا عنه وده يعني أنا بشوف طلاقة إن الإسلام بيمنع التمني وفي نفس الوقت إنت بتتبنى طفل وإنت عارف إنه ابن مراتك الزني غصبا عنك وخلينا نكمل الإجابة قال ابن المنظر لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير واكه التحريم فيكون مثل قول أحمد هذا قال أحمد ولا يطقها حتى استبرقها بسلاسة حيد والأولى أن يكفي استبرقها بالحيدة الوحيدة يعني ابن المنظر قال إن اللي قال بكراهة المرأة الزنية ده مش بيكون على واكه التحريم فبيكون زي ما كده قال أحمد أحمد قال إنه بيستبرقها بثلاث حيدات لكن الأولى استبرقها بحيدة واحدة وخلينا نكمل الإجابة قال في كشاف القناع وإذا زنت امرأة قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح أو زن رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنة لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السركة لكن لا يطقها حتى تعتد إذا كانت هي الزنية يعني في كتاب كشاف القناع بيقول لو زنت الست قبل الدخول أو بعده يعني عقد النكاح مش بينفسخ لكن ما يطقهاش يعني ده كان طبعا لو دخل بيها حتى تعتد لو كانت هي الزنية والراجل كمان لو زن قبل الدخول بزوجته أو بعد الدخول بزوجته لا ينفسخ عقد النكاح بالزنة طيب يعني فكروا معي إيه السبب قالوا لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام يعني الزنة مش حاجة بتخرجك عن ملة الإسلام وده بيكون أشبه بإيه بالسرقة قريبا نكمل إجابة وقال الشيخ الشنقيتي أعلم أن من تزوج إمرأة يزنها عفيفة سماء زنت وهي فيها سمته إن أظهر القولين إن ده نكاحها لا يفسخ ولا يحرم عليه الدوام على نكاحها وقد قال بهذا بعض من منع نكاح الزنية مفرقا بين الدوام على نكاحها وبين ابتدائه يعني الشيخ الشنقيتي اللي قال اللي تجوز واحدة وكان بيظنها عفيفة وهي زنت بعد ما تجوزها بيقول إن أصح الأقوال إن النكاحها مش بينفسخ وكمان بيعشرها عادي جدا وهنا أنا عايز أقول لكم ليه هما مش بيفسخوا عقد الزواج في حالة زنى أي طرف من الزوجين لأن في قاعدة فقهية بتقول إن الحرام لا يحرم الحلال يعني واحد زنى بأم امرأته مثلا أو أختها أو واحدة زنت مع أخو جسها أو حماها أو أي حد غريب هنا الحرام اللي هما عملوا ده أو اللي هو عمله ده لا يحرم الحلال فعشان كده مش بينفسخ العقد ونكمل الإجابة واستدلنا من قال هذا بحديث عمر بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه إنه شهد حجة الوداع مع رسول الله فحمد الله وأسنى عليه وذكره ووعزه ثم قال استوصب النساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فإن فعلنا فهجرهن في المضاجة وضربهن ضربا غير مبرح فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا قال الشوكاني في حديث عمر بن الأحوص هذا أخرجه ابن ماجه والترمزيه وصحاحه وقال ابن عبدالبر في الاستعاب في ترجمة عمر بن الأحوص المذكور وحديثه في الخطبة صحيح يبقى كل واحد من العلماء استدلأ استدلأ أن الزنا مش بينفسخ بيه عقد النكاح ليه كان مرجعه عمر بن الأحوص اللي فيه رسول الإسلام قال إيه؟ قال استوصب النساء خيرا فإن هن عندكم عوان ليس تملكون من هن شيئا غير ذلك إلا أني أسيت بفحشة مبينة فإن فعنا هيعملوا فيهم إيه؟ يهجروهم في المضاجة ويدربوهم درب غير مبروح فإن أطعناكم يعني لو طوعوكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني إيه اللي تزني أبقى هجرها واضربها ولو قيت لك أنا خلاص حرمت كمل معها عادي وخلينا نكمل الإجابة وحديثه في الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله فحمد الله وأسنى عليه وذكره ووعظه وهذا التسكير والوعظ هو الخطبة كما هو معروف وبه تعلم أن قول من قال إن من زنت زوجته وفسخ نكحها وحرمت عليه خليفة التحقيق والعلم عن ده الله تعالى وهنا في خطبة الوداء بيستدله على أن فعلا الحديث ده صحيح اللي تقال في الخطبة إن من حمد الله وأسنى عليه وذكره ووعظه فأي حد هيقول يعني أي حد هيقول من زنت زوجته وفسخ نكحها وحرمت عليه ده خليفة التحقيق وأنا هنا في نهاية الحلقة خليني أحط ليكم حديث تاني بأكد نفس الكلام شوفوا معي الحديث ده وطبعا التصحيح هيكون قدامكم بيقول إيه عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال أغربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها والتصحيح زي ما أنتم شايفين قدامكم على الشاشة واحد للرسول إن امرأتي مش بتمنع يد لامس قال له طلقه قال له أنا بخافت اتبعها نفسي قال له استمتع بها يعني الراجل عارف إن امرأته زانية ويستمتع بها والرسول سمح له بكده وأنا أسيب معاك سؤال هل ممكن تشريع من عند ربنا الحقيقي؟ يقول عادي إن أي طرف يزني العقد اللي بينهم مش بين فسخ يعني عقد النكاح بين كوسين أو الزواج في المفهوم الإسلامي مجرد عقد مدفوع التمن وده اسمه إيه؟ المهر المهر ده مدفوع الأجر يعني فما استمتعتم به منهن فأتهن أجرهن مش عاهد قدام ربنا الكتاب بيقول يترك الرجل أبا وأمو يلتصق بأمرأته يكون الأسنين جسد واحد يعني لو فيه جسد تاري تدخل بينهم إن فصل خلاص ولما رسول ييجي من عند ربنا يقول لك لا مش مهم استمتع بها يعني لو هي زانيا استمتع بها يعني موافق إنه يكمل مع أمراته الزانيا وده عدم قديسة وقال الله قدوس مش مستحيل هيبعد رسول يقول لك استمتع بها لو أنت عارف إن أمراتك زانيا ربنا مش ممكن يوافع على الخطيئة ولا حتى المفهوض إن الرسول جاي من عند ربنا مش ممكن يوافع على الخطيئة وأنا بسيب معاكو السؤال ده هل أنتو تفتكروا إن فيه الرسول أو إله أو تشريع يوافق إن الرجل يستمر على نكاح من زانة وهي تحته وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر